11 مساء بتوقيت أبوظبي الثامنة بتوقيت جنيب سوريا وجنيب اثنين مواقف تهدد بإفشال المفاوضات كل الأنظار كانت تتجه اليوم نحو تهديد الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم بالانسحاب من مفاوضات جنيب اثنين في حال لم يبدي الطرف الآخر ما وصفه المعلم بالجدية إلا أن المفد الدولي والعربي إلى سوريا الأخطر الإبراهيمي عاد فأكد أن الوفدين سيجتمعان في غرفة واحدة ووافقا على أن تكون المحادثات مبنية على أساس بيان جنيب واحد الذي دعا إلى تشكيل إدارة انتقالية ومع ذلك يبدو أن المخاوف من تعنت أطراف النزاع في سوريا وتبادل الاتهامات ووضع شروط مسبقة قد تجعل من مهمة الإبراهيمي أشبه بالمهمة المستحيلة لبل أنها تهدد بإفشال مؤتمر السلام الذي وجد فيه الكثيرون أولى بارقة أمل لإنهاء الصراع الذي مزق البلاد على مدى ثلاث سنوات سوريا وجنيب اثنين واقف تهدد بإفشال المفاوضات عنوان حلقة هذه الليلة من حوار الليلة على سكاي نيوز عربية يأتيكم مباشرة من جنيب حوار الليلة مع مهند الخطيب سوريا وجنيب اثنين مواقف تهدد بإفشال المفاوضات عنوان هذا الحوار من سكاي نيوز عربية مباشرة من جنيب أرحب مرة أخرى بضيوفنا الليلة معنا من قصر الأمم المتحدة في جنيب الأستاذ ميشيل كيلو عضو وفد الائتلاف لجنيب اثنين معنا هنا في الاستوديو الأستاذ علي منتظري الكاتب والباحث السياسي الإيراني ومعنا من لندن أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور فواز جرجس مرحبا بالجميع أستاذ ميشيل دعني أبدأ معك مساء الخير بداية مرحبا بك معنا استمعنا إلى الأستاذ لؤيصافي قبل قليل في المؤتمر الصحفي يبدو أن هناك ترحيب من إعلان السيد الإبراهيمي الليلة بأنه سيكون هناك لقاء مباشر غدا يجمع الوفدين ووفد الحكومة ووفد المعارضة السيد صافي أيضا ركز على مسألة جنيب واحد كأساس لهذه المفاوضات وقال إنها ستكون البند الأساسي على جدول أعمال الائتلاف على مدى الأسبوع القادم اليوم كان هناك نوع من الإرباك نوع من الدربة كحصلت في كواليس المؤتمر بعد أن أعلن السيد المعلم بأنه ربما يكون هناك انسحاب للوفد الحكومي السوري في حال لم يظهر وفدكم جدية كما وصفها السيد المعلم ما الذي حدث تحديدا ولماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد وعادت من جديد يعني لتكون أكثر تفاؤلية مع تصريحات السيد الإبراهيمي مساء الخير أول شيء والتاني شيء لم يحصل أي شيء بالواقع مما قاله وليد المعلم أول البارحة زارنا الأستاذ الأخضر الإبراهيمي واتفقنا معه على أن نذهب الساعة 11 إلى لقاء في قصر الأمم هو اقترح علينا أن يكون لقاء في غرفة واحدة على طاولتين منفصلتين قلنا له لا نحن نريد أن يكون لقاء في غرفتين منفصلتين على الأقل في البداية كي لا نقدم له هذا التنازل منذ البداية والبارحة أبلغنا الإبراهيمي أنه يريدنا أن نأتي إليه في الساعة الرابعة بعد الظهر وليس في الساعة 11 كما كان متفقا ولهذا نحن لم نذهب وحاول وليد المعلم أن يستثمر المسألة وأن يعمل منها أزمة ووفد جاد ووفد غير جاد الوفد الجاد هو الوفد الذي يماطل في الاعتراف بأن أساس المفاوضات وتنفيذ بيان جنيف واحد حتى قبل ساعتين كانوا يمانعون في ذلك وعندما وافقوا على هذه الكلام بالمعنى الصور يقدموه للأخضر الإبراهيمي قال وزير إعلامهم بأننا لا نوافق على تشكيل جسم حاكم انتقالي لديه كل الصلاحيات وقالت وزيرة ما بعرف شو اسمها بوسينة شعبان مستشارة رئيسهم أنهم لن يبحثوا بأي شكل من الأشكال بمسألة تنحي بشار الأسد إذن وافقوا اسما وسحبوا موافقتهم موضوعا نحن لدينا عشرات الوسائق التي تلزمهم بتنفيذ بنود جنيف بكامله بتنفيذه وليس بقبوله ليس بقبوله وكرر وإنما بتنفيذه مثلا هناك رسالة التزام قدموه يوم 25 آدار عام 2012 لكوفي عنان بأنهم سينفزون فورا البنود الستة لمبادرته التي أصبحت فيما بعد البنود الستة لاتفاق جنيف واحد ويوم 1 نيسان سنة 2012 التزموا بأن يوقفوا تحرك القوات إلى المدن أن يوقفوا قصف المدن وأن يسحبوا قواتهم من المدن بحدود 10 نيسان 2012 واليوم يأتون إلينا ويقولون أنه نحن لا سنا ملتزمين إلا بالبحث عن الإرهاب والحديث بالإرهاب والكلام عن الإرهاب وأننا نقبل آخر شيء نقبل ببنود جنيف واحد نقبل بالبنود ولا نقبل بتنفيذه على أن تعتبر سلة واحدة شو يعني سلة واحدة؟ أنه بدون يكافحوا الإرهاب نحن يا سيدي نكافح الإرهاب منذ سلاسة عوام هم أكبر نظام إرهابي في العالم ونحن نكافح الإرهاب عبر مكافحتهم وعبر الدفاع عن أنفسنا عبر حماية شعبنا منهم نقاتل نحن الإرهاب ونكافحه نحن وياهم بدون نكافح الإرهاب إذا كانوا راغبين في أن نقاتلوا معنا ضد أنفسهم طيب أستاذ مش يلداني أسألك كيف تفهمون هذا الموقف عندما يقول الوفد الحكومي السوري عندما يقول الوفد الحكومي السوري بأنه يقبل ببيان جنيف واحد ثم يقول السيد عمران الزعبي وزير الإعلام عضو الوفد المفاوض بأنه لا لهيئة الحكم الانتقالي كيف تفهمون أنتم في وفد المعارضة هذا الموقف هذا سيدي هو التعبير الأمثل عن عدم الجدية الذي حاول وليد المعلم أن يلصقه بنا هم ليسوا جديين سأقرأ لك فقرة من الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 2018 يؤيد تأييدا تمن ببيان جنيف المؤرخ بكذا الذي يحدد عضا من الخطوات الرئيسية بدءا بإنشاء جسم حاكم انتقالي يمارس كامل الصلاحيات التنفيذية ليس قبول المبادئ قبول البدء بتشكيل جسم حاكم انتقالي يقوب لديه كل الصلاحيات التنفيذية مهمته في بيان جنيف واحد نقل سوريا إلى النظام الديمقراطي يعني كنس كل هدون المزعبرين اللي جايين يحكولي عن مفاوضات جدية أنا أتحدى لوليد المعلم يحكي عن التلفزيون أن ينسحب من الاجتماع من اللقاء بعد 24 ساعة من عقد لقاء دولي لحل مشكلة سوريا هل يجرؤ هو ونظامه على الانسحاب يعني إذا كان بده يتشاطر يتشاطر بغير المحل هذا طيب دعني أستاذ ميشيل أنتقل إلى الدكتور فواز جورجس في لندن مساء الخير دكتور فواز مرحبا بك معنا كيف تقرأ هذه المواقف التي صدرت اليوم عن الأطراف المختلفة خاصة وفد الحكومة السورية هل هي مناورات كما يصفها البعض هل هي محاولة لعرقلة المفاوضات كما يقول البعض الآخر أم ماذا من وجهة نظرك الموقف السوري الرسمي واضح وضوح الشمس هو نوع من التموضع نوضع من المواقف الاستباقية الهجومية محاولة تسجيل نقاط ضد المعارضة وتصوير المعارضة وفد المعارضة السورية على أنها ليست جاهزة ليست قادرة على تمثيل المعارضة ككل غير مهيئة لا تؤمن بقضية الأمن والاستقرار في سوريا النقطة الثانية الحقيقة أنا لا أفاجأ إذا وافق الوفد الحكومي السوري على القبول بمبادئ أو بنود جينيف واحد هذا شيء والشيء الآخر الحقيقة هو قراءة الوفد السوري لهذه البنود الموقف السوري عبرت عنه بوثين الشعبان بوضوح الليلة قالت لن يكون هناك تسليم للسلطة لا لرحيل الأسد ليس الأهم هو الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب والبداية بدء بعملية تشكيل حكومة انتقالية في الداخل السوري إذن هذه الأولويات السورية الوفد السوري وافق الليلة أو اليوم يوافق على جينيف واحد ولكن قراءته لهذه البنود الأولويات تختلف اختلافا جزريا إذن الهوة ما تذال هناك هوة واثعة وشاسعة بين موقف المعارضة الذي يصر على تنفيذ بنود جينيف واحد بالكامل وموقف النظام السوري الذي يريد ترتيب الأولويات ويعتقد أنه لا يمكن الدخول في النقاش بالنسبة لحكومة انتقالية دون الوصول إلى عملية استقرار سياسي النقطة الثانية أنا بأعتقد النقطة التي كلنا نهملها الآن قراءة الموقف السوري الرسمي الإستراتيجية السورية الرسمية هم يعتقدون الحقيقة أن الوضع تغير في السنة الأخيرة ميزان القوى العسكري هو لصالح النظام يحققون انتصارات ميدانية على الأرض المعارضة في وضع صعب لا تمثل كل الأطياف السياسية في الخارج ولا حتى العسكرية هي الحقيقة لا تستطيع أن تتحاول ومن ثم الحقيقة هم لا يأخذون حتى وفد المعارضة على مأخذ الجد كل المسرحيات اللي عم نشوفها والتكتيكيات هذه تكتيكيات خطابية وديبلوماسية ولكن في الواقع سوف نرى غدا وبعد غد الموقف السوري لن يتزحزح قايدة أنملة لا للحديث عن إنشاء هيئة حكم انتقالية ولا عن قضية رحيل الأسد ولا عن قضية البدء في عملية سياسية في جينيف هذه المواقف السورية وأنا مع الأستاذ ميشيل الوفد السوري لن ينسحب من جينيف الثاني هذه قضية الحقيقة تسجيل نقاب ديبلوماسية وأعلامية ضد وفد المعارضة ومحاولة الحقيقة دائما في وضع هجومي منذ اليوم الأول وحتى الآن سأنتقل إلى ضيفي هنا في الستوديو الأستاذ علي منتظري الكاتب والباحث السياسي الإيراني مساء الخير أستاذ علي مرحبا بك معنا مرة أخرى أنت اليوم كنت في قصر الأمم في جينيف وربما حضرت جانب من هذا الارتباك الذي حصل خلال إطلاق هذه التصريحات كان هناك أيضا ما وصف البعض بحملة إعلامية قام بها وفد الحكومة السورية للحديث مع الصحفيين توجهوا إلى المركز الإعلامي على الأقل البعض منهم وتحدث إلى الصحفيين كيف تقرأ هذه المواقف من قبل الوفد الحكومي السوري وعندما يقول الوفد الحكومي بأنه ملتزم ببيان جينيف واحد كأساس لهذه المفاوضات وفي نفس الوقت يقول لا لهيئة الحكم الانتقالي أولوياتنا هي مكافحة الإرهاب ألا ترى نوع من التناقض في هذا الموقع بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا كصحفي إيراني ومحلل سياسي أتمنى يتصائد بشكل قريب الدخان الأبيض من بناية الأمم المتهدة في جينيف من أجل أن تنتهي معصاد الشعب السوري بعودة الهدوء بعودة الرجوع إلى صناديق الإقتراء والحريات إلى المجتمع السوري بالنسبة للمحادثات اليوم نحن نسمع من كل الطرفين نوع من المواقف الساخنة والنارية ونحن بحسب خبرتنا السياسية في مفاوضات 5 زائد واحد وخاصة في المفاوضات خلال شهور الأخيرة والقراءات المختلفة بين الأطراف المختلفة يكون من التبعي يكون من التبعي بأن الوفد الحكومي السوري يقرأ من جينيف واحد غراءة خاصة في المقابل الوفد المعارز يقرأ قراءات تانية لكن كما نحن نشاهد في الصاحة السورية الصاحة السورية خرجت من السراء الداخلي يعني هناك في سراء فينا نسمي سراء إقليمي أو سراء الدولي ولكن في الأخير بعد الأحداث الأخيرة خلال الأسبوع الأخير وأسبوع الأخيرين نحن نشاهد هناك في المضلة الأمريكية الروسية على هذه المفاوزات أنا أعتقد هناك في نوع من الالتزامات من كل الجانبين من الوفد الحكومي ومن الوفد المعارز يعني بسبب علاقات الوفد المعارز مع أمريكا وبعض الدول وبطبيعة الحال هناك ضروري يكون تنسيق بينهم كما هناك فيه تنسيق بين الحكومة السورية مع الروسيا ويمكن مع الدول الأخرى لكن المناورات التي اليوم شاهدناها خلال المفاوزات اليوم أنا فيني أعتبر هي بيكون نوع من المشادات الكرامية ومواقف نارية قبل المحادثات الرسمية نحن نتمنى كل الوفدين أن يدخلوا إلى قرفة واحدة وأن يتحدثوا معهم وأن يسألوا إلى حل سياسي يعني أنا أعتقد من أجل سراء مع المنافس هناك فيه طرق آخر بدل أن نلتج إلى الأنف وإلى السلاة يمكن هناك فيه أقول وهناك فيه منطق في السراع السياسي رجوع إلى الحلول السياسية وإن شاء الله نحن نتمنى هذه مسيرة تنتهي باتجاه الحل الشامل في سوريا ونحن نتمنى أن يكون حل سوري سوري وبدون اتجاهات مختلفة لا من جهة الهكومة السورية ولا من جهة الوفد المعارز حتى يتجوا كل الأطراف باتجاه داخل سوريا باتجاه حل المشاكل حتى يصلوا إلى نظام شعبي ديمقراطي وفي الأخير الشعب السوري يجب أن يختار القرار المناصب سأعود إلى الأستاذ ميشيل في قصر الأمم في جنيب أستاذ ميشيل أولا أود أن أسمع رؤيتكم أنتم في الوفد المعارض بالنسبة لما سيحصل غدا سيكون هناك لقاء في غرفة واحدة ما الذي سيحصل هل سيتحدث الأخضر الإبراهيمي وتستمع له وكل يذهب إلى فندقه أم أنه سيكون هناك نوع من الأخذ والرد بين الوفدين يعني ما هي الآلية التي نتوقعها غدا هذا واحد اثنين كان هناك طلب كما فهمنا من الوفد المعارض بأنه يقوم وفد الحكومة السورية بالتوقيع على بيان جنيف واحد كأساس لهذه المفاوضات هل ما زلتم متمسكين بهذا المطلب أول شيء معلوماتي أنا تقول أن الأخضر الإبراهيمي سيتحدث غدا لفترة من الوقت في الجلسة ثم سينصرف الوفدان كلهم إلى فدقه الأخضر الإبراهيمي يبدو أنه يعول على تنمية بعض المشتركات بين الوفدين الخاصة ببعض المسائل الإنسانية ويرجأ مسئلة التباحث حول البدء وأكد على كلمة البدء بإنشاء الجسم الحاكم الانتقالي بالصلاحيات الكاملة وهذا معنى حكومة مثل ما تريد سيدة موسينا شعبان هذا تعريفه بالقانون الدولي أنه جهاز حاكم هو نفسه مرجعية نفسه ما عنده مرجعية مشانك نحن نقول أنه لن يكون هناك دور لبشار الأسد بدءا من تشكيل هذا الجسم الانتقالي الذي سيفكك الاستبداد في سوريا وسيعيد تركيب البلد على أسس ديمقراطية انطلاقا من إعلان دستوري ثم من تشكيل حكومة انتقالية ثم من عقب مؤتمر وطني ثم من انتخابات جمعية تشريعية ثم من وضع دستور دائم وانتخابات رئاسية وبرلمانية هذا هو مهام الجسم الانتقالي وهو لن يكون بحاجة لا لبشار الأسد ولا لبوسينا شعبان إذن سيتحدث الرجل في البداية نصف ساعة أو أكثر لا أعرف تقريبا نصف ساعة هو يحب الحديث لفترة نصف ساعة ثم سينصرف الوفدان إلى فندقيهما بعد ذلك سيكون هناك خلال يوم أو يومين سيكون هناك جلسة مشتركة وبدأ بالحديث الأساسي حول الموضوع الأساسي الذي هو تنفيذ بنود جينيف واحد بدءا بإنشاء جسم حاكم انتقالي ينقل سوريا إلى النظام الديمقراطي هذا بوثيقة جينيف ما ينقل سوريا من نظام بشار الأسد هذا نظام بوسينا شعبان ينقل سوريا من النظام الأسدي الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي تشكيل الهيئة تشكيل الجسم له هدف سياسي معرف وواضح أما مسئلة أنه نحن الأميركان واقفين ورانا والروس واقفين وراء النظام النظام فهي شغلة والله نحن ما أنزمت فيها لو كانوا الروس واقفين أميركان واقفين معنا بنفس القدر اللي واقفة فيه روسيا مع النظام كنت بقوله لأخي الكريم الأستاذ علي كان النظام راح من سنتين نحن مشكلتنا فعليا أن هناك قضايا دولية من هالصراع الأمريكي مع إيران تمت إدارتها بدماء السوريين بدوا ما يواخذني نحن ما كنا مع أمريكا ولا لنا جماعة أمريكا تمت تصفيد حسابات مع إيران بدماء السوريين أمريكية وغير أمريكية ومشان هيك الأمريكان لعبوا بورقتنا كل الوقت ضد إرادتنا وضد قناعاتنا ونحن لا نوافق على سياساتهم في المسألة السورية ورجع بكرر له لو كان الموقف الأمريكي موازن لموقف السوري كانوا طاروا الروس والنظام من سوريا من زمان كانوا طاروا من زمان الروس والنظام سألتك عن مسألة الطلب الذي تقدم به وفد المعارضة بالنسبة للتوقيع ضرورة توقيع وفد الحكومة على بيان جنيف واحد هل هذا المطلب ما زال قائما؟ نعم نعم نحن قدمنا هذا الطلب وهم رفضوا أن يستجيبوا له قدمناه مرتين قدمناه بخطبة الشيخ أحمد الجربة أمام المؤتمر الدولي وقدمناه فيما بعد بشكل مباشر مع السيد كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي هم رفضوا أن يستجيبوا لهذا الطلب نحن نصر على هذا الطلب واليوم الأخضر الإبراهيمي أعلن أنهم قبلوا مبدأ تنفيذ اتفاق جنيف بناء على زيارة وفدنا إليه ونقاشهم معه والحاهح على أن هذا الطلب ليس مسألة يمكن التلعب بها طيب أستاذ ميشيل وباقي الضيوف سأل أن نتوقف مع فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذا الحوار أود أن أسأل عن القضايا التي ذكرها الأستاذ ميشيل التي اعتبرها قضايا ربما تكون مشتركة أرضية مشتركة بحد أدنى على الأقل فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية هل هناك إمكانية لتحقيق وقف إطلاق النار في أماكن محددة مع بدء هذه المفاوضات وسنتحدث أيضا مع الدكتور فواز مع الأستاذ علي أيضا عن دور إيران إيران الحاضر الغائب أو الغائب الحاضر كما يقول البعض في هذه المفاوضات بعد الفاصل سوريا وجنيف اثنين مواقف تهدد بإفشال المفاوضات عنوان هذه الحلقة من حوار الليلة على سكاين نيوز عربية مباشرة من جنيف أنتقل إلى الدكتور فواز جرجس في لندن دكتور فواز إيران تمت دعوة إيران في البداية ثم بعد ذلك تم سحب الدعوة بعد اعتراض الوفد السوري المعارض البعض يقول ما أن إيران غير حاضرة فعليا وجسديا في هذه اللقاءات إلا أن هناك بصمة إيرانية ودور إيراني واضح في هذه المفاوضات إلى أي مدى برأيك بالفعل هناك دور إيراني سواء من خلف الكواليس سواء بطريقة غير مباشرة ما مدى تأثير مثل هذا الدور على سير هذه المفاوضات برأيك النقطة الأولى الحقيقة أنه لا يمكن تجاهل دور إيران الرئيسي في الصراع السوري إيران هي القوة الضاربة هي التي ساعدت القيادة السورية على الصمود في الثلاث سنوات الماضية دعا مادي وعسكري ولوجستي هي رأس الحرب الحقيقة في سلاح النظام السوري الملفت بسؤالك أستاذ مهند الملفت أن حتى جون كاري تصريحه الأخير قال أن إيران يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في الجولة الثانية والثالثة من محادثات جينيف 2 يلوح جون كاري بأنه يمكن دعوة القيادة الإيرانية إلى المشاركة في الجولات القادمة في جينيف 2 وتحدث بوضوح على أن إيران يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في ردم الفجوة الموجودة بين المعارضة السورية والنظام السوري إذن أنا لا أستبعد أن تقوم الأمم المتحدة بدعوة إيران إلى المشاركة في الجولات القادمة لأنه لا يمكن بغض النظر عن رؤيتك السياسية والأيديولوجية إلى إيران إذا كان المجتمع الدولي جديا في إيجاد حل للصراع في سوريا لا يمكن أن تتجاهل إيران وخاصة لأن لديها دور مهم في الضغط على القيادة السورية من أجل البذء في عملية الحقيقة التغيير السياسي الديمقراطي في سوريا ما رأيك أستاذ علي؟ إيران كما يقول البعض لها دور إقليمي مهم وهي كما يقول البعض أيضا لاعب أساسي حتى لاعب مباشر في التطورات الميدانية اليوم في سوريا هناك اتهامات كما تعلم بوجود عناصر من الحارس الثوري هناك مستشارين عسكريين وكل هذه الأمور إضافة إلى حزب الله والإمداد العسكري وكل هذه الأمور هل بالفعل يمكن لإيران أن تلعب دور إيجابي؟ كما قال الدكتور فواز بما أنه لها دور مباشر في هذه الأزمة قبل أن أدخل إلى جواب إلى هذا السؤال أريد أن أشير بأن أنا شخصيا كباحث سياسي أندي قراءة حول التطورات السورية الحالية نحن ندرس التطورات الراهنة في سوريا من 2003 يعني بعد الاحتلال الأمريكي على الإراق ونحن ندرس الاحتلال الأمريكي في الإراق وبعد ذلك تطورات في لبنان موضوع اختيال الرئيس رفيق الحريري وموضوع تطورات في لبنان ومن ثم تدخل الأمريكي والقربي في الربيع العربي وانهرافها بنوعا ما إلى موضوع الاسترابات الداخلية والأزمات الداخلية بدل أن يكون مسر القوة للشعوب في خاصة شمال أفريقيا وبعض دول عربية أخرى على ذلك نحن نفكر بأن أمريكا تريد أن تكون سوريا أرض محروقة تماما يعني خروج سوريا حتى إذا نفكر بأن بعد هذا النظام يأتي نظام آخر مثلا بقيادة التلاف المعارز الحالي أمريكا لا تريد أن سوريا تلعب دور استراتيجي إقليمي في الشعق الأوسط لأن نحن لا نستطيع أن نقرأ أي تطور في الشعق الأوسط إلا أن نقرأ هناك شيء بسم إسرائيل والمصالة الاقتصادية في الشعق الأوسط لأمريكا على هذا الأساس نحن لا نستطيع أن نقرأ التطورات الراهنة في سوريا بدون الدور الاستراتيجي الذي تلعب إسرائيل في المنطقة وبتابعة الحال الأمريكا كأمريكا الدعم الرئيسي لإسرائيل على هذا الأساس إذا هناك علاقات أنا لا أريد أن أعبر بعض مثلا مصطلحات بدي أقول إذا هناك فيه علاقات بين الوفد المعارز الإتلاف الوطني السوري مع الأمريكان وبعض دول الأوروبية أخرى عندهم علاقات استراتيجية مع إسرائيل أنا أتمنى هذه علاقات بيكونوا على علاقات مثل نقطة قوة مع دول أخرى يعني ما بيكون تأثيرات من هذه علاقات لأن أمريكا لا تريد خيرا للشرق الأوسط وللشعوب العربية والإسلامية في الشرق الأوسط بالنسبة لإيران إيران علاقتها مع سوريا لا تعود إلى ثلاث سنوات الأخيرة إذا شخص يكون منصف وعادل في القراءة للعلاقات الإيرانية السورية يجب أن يقراها خلال ثلاثة وثلاثين سنة الأخيرة وإيران بدأت علاقتها مع سوريا في إطار دعم المقاومة في الشرق الأوسط أمام إسرائيل في هذا الإطار هناك صار تطوير علاقات بين إيران والنظام السوري وهذه علاقات استمرت هناك قراءة لدى القيادة الإيرانية ولدى الهكومة الإيرانية بأن الأمور التي حاليا موجودة في سوريا يكون في إطار شيء باسم مثلا الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط تلعب فيها أمريكا دور رئيسي حتى تبدل الأرض السوري كأرض محروق تماما على هذا الأساس إيران تريد أن تلعب دور رئيسي وتستطيع أن تلعب حتى إذا تكون إيران معارز لبعض السياسات مثلا الطرف الآخر لكن هذا لا يمنع أن تحضر إيران في هذه المفاوزات أنا أقول هناك في بعض الأمور نحن لا نستطيع أن نرد عليها بشكل دقيق لماذا أمريكا عندما تريد أن تعمل على مفاوزات مباشرة مع إيران وتريد أن تنحل المشاكل النووية مع إيران في إطار 5 زائد واحد وهناك صار اتفاقية جنب وبعد اتفاقية جنب النووي بين إيران و 5 زائد واحد هناك صار حديث بأن إيران ستلعب دور إيجابي في المنطقة لماذا أمريكا منعت إيران من الدخول إلى المفاوزات هل إيران رقما من المواقف التي تحملها باتجاه النظام السوري؟ أنا لا أدري هل أمريكا منعت إيران بالفعل من الدخول في هذه الموقف؟ أمليا لأن جان كيري بأمريكا بزالة الخارج الأمريكية رحبت بقرار بن كيمون من شان صاحب الدابة عن إيران أنا أقول أمريكا تلعب دور هناك في استفحامات كثيرة جدا خلينا نسأل أستاذ ميشيل عن رؤية له هذه المسألة أستاذ ميشيل هل بالفعل يمكن لإيران أن تلعب دور إيجابي من الآن فصاعدا في المراحل القادمة من الجولات التفاوضية كما قالت جون كيري وكما قالت دكتور فواز جيرجيس هل بالفعل يمكن لإيران أن تساهم في ردم الفجوة بين موقف النظام وموقف المعارضة السورية؟ هل تملك من الثقل الكافي لفعل هذا الأمر؟ أم أن دور إيران هو دور سلبي هي تقف إلى جانب النظام بكل ثقالها هي تدعم أطراف مسلحة تشارك اليوم في الصراع الميداني داخل سوريا؟ أول شيء أنا أحب أن أقول لإستاذ علي إذا بعثت لي عنوانه رح أبعث له مقالي أنا كتبت بإيار سنة 2011 أقول فيها أن المطلوب هو تدمير الدولة والمجتمع في سوريا وشطب من معادلات القوة وتسيد إسرائيل على المنطقة أمنيا وعسكريا لخمسين سنين ومنع سوريا من أن تكون دولة ديمقراطية أو حتى دولة إسلامية ودفع إلى فوضى طويلة لفترة لا نهاية لها أنا رح أبعت له هذا الكلام حتى يشوف أنه نحن نعي ما تفعل أمريكا ونعي معنى أننا جيران إسرائيل ونعي معنى أن يدمر الأمريكيون بسلاح الجيش السوري بالجيش السوري وسلاح الروس سوريا هذه المسألة لازم يوقف عندها وأنا أرجوك باحث أن يقف عندها سوريا دمرت بجيشة بإيد جيشة وسلاح الروس لمصلحة أمريكا وإسرائيل هذه مسألة كتير لازم يوقف عندها قبل ما نحكي بالمقاومة وما المقاومة وما أعرف ما الحكي هذا الذي لم يعد له في الواقع أساس نحن سيد العزيز نرحب بدور إيراني في سوريا يكون دورا متوازنا منصفا يأخذ بعين الاعتبار حقوق ومصالح الشعب السوري ويأخذ بعين الاعتبار أن سوريا ليست بشار الأسد ونظام بشار الأسد وأنها لن تكون بالضرورة معادية لإيران وروسيا في حال تغير النظام وهو سيتغير سيتغير هذا الشيء أكيد في حال تغير النظام وأن رؤية الأمور بعين واحدة هي عين النظام التي يقال أنه نظام مقاوم بالنسبة لي أنا كسوري أرجو الأستاذ علي أن يتفهم موقفي النظام اللي بيقدر يحرر جنوب لبنان من لبنان كان يفترض يكون قادر يحرر الجولان من سوريا بدون ما يواخذونا أنه المقاومة اللي بيظلوا يحكولنا عنها المقاومة الحقيقية ليكا تدمير سوريا هاي المقاومة فعليا هاي الوظيفة الأساسية اللي مارسها النظام كل حياته دمر سوريا ثلاث مرات لهلاق بشأ أشكال جزئية وكاملة المرة كاملة وما معرف كم إسرائيلي قتل وشو دمر بإسرائيل وشو عمل لإسرائيل يعني حاج دخيل الله تحكولنا بالمقاومة المفهوم شو هي المقاومة كأديولوجيا للتوسع القومي واللهيمنة القومية كانت إيرانية أو غير إيرانية نحن نرحب بدور إيراني شقيق وأخوي وسيكون لنا أفضل علاقات مع إيران ومع روسيا لكننا لن نكون جزء من النسق الأمني أو الروسي الاستراتيجي أو غير الاستراتيجي في صراعات دولية لا نريد لبلدنا أن يكون جزءا من العالم الذي يصنع الإرهاب ويصنع ويصدر إلى الآخرين كما كان خلال حكم المقبور حافظ الأسد وابنه ولا نريد لبلادنا أن تكون داخلة في أحلاف وأن تكون داخلة في تحالفات لا قدرة لها على أن تلعب فيها دورا مقررا وهي مجرد أداة كما هو الحال في العلاقة مع إيران ولا نريد لبلادنا أن يحمي النظام فيها جيش أجنبي جاء إليها غازيا ما بعرف منين اليوم اعترف الرئيس روحاني بأن هناك عناصر إيرانية دخلت وعراقية دخلت إلى بلادنا أنا أرجوه أن يأمر بسحب هذه العناصر إذا كانت ليست قوات فليأمر بسحب هذه العناصر إذا كان بيمون على الحرس السوري وعلى غير الحرس السوري وعلى الدولة العميقة بإيران نحن لسنا ضد إيران ولا نريد أن نفتع المشاكل مع إيران ونتمنى أن تأتي إيران في مرحلة لاحقة إلى المفاوضات لكن هذه الأمنية سيدي لن تتحقق قبل أن تتفاهم الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران على دور الإقليمي الجديد ليسمعوا الأخوة قبل أن يتفاهم الأمريكيون مع إيران على دور الجديد في المنطقة لن يسمحوا لها بأن تأتي إلى لا للأزمة بسوريا ولا غير الأزمة بسوريا نحن من جهتنا لا نربط علاقة إيران فينا بترتيب دور أمريكي أو علاقة أمريكية مع إيران وأننا نربط بترتيب دور أمريكي إيراني معنا نحن كشعب شقيق نرى في الإيرانيين شعبا شقيقا ونريد لعلاقاتنا معهم أن تكون على أحسن ما يرام اليوم وبعد عشر سنوات وبعد قرن دكتور فواز ما رأيك هل بالفعل نحن بانتظار تفاهم أمريكي إيراني على دور إقليمي جديد لإيران في المنطقة كما قال الأستاذ ميشيل وهذا ربما يؤثر على مسيرة الأزمة السورية وربما يكون بداية أو خطوة أولى لحل حالة هذه الأزمة أنا أعتقد أن الأستاذ ميشيل يعرف أكثر مني أن الصراع في سوريا لم يعد صراعا سوريا سوريا هذا ليس أنا لا أتي بأي جديد هو ليس فقط صراعا دوليا هو صراعا إقليميا بامتياز هو ليس مسألة الحقيقة علاقة أمريكا بإيران هو أيضا العلاقة السعودية الإيرانية أيضا علاقة متوترة وخطيرة للغاية جون كاري في نفس التصريح الذي طلب من إيران أن تلعب دورا إيجابيا في الصراع السوري قال أنه لا يمكن حل أنا أتحدث بكلام بعمل الكلاب كاري لا يمكن حل الصراع في سوريا ما لا يتم ردم الخلاف بين المملكة العربية السعودية وإيران وإذن الحقيقة خطورة الوضع في سوريا الآن أن الوفدين المعارضة والحكومة السورية في الواقع عامل واحد في صراع معقد ومركب ومن هنا أنا أعتقد أنه النوع من الاتفاق الضمني بين المملكة العربية السعودية وإيران من جهة واتفاق ضمني بين الولايات المتحدة وروسية ويبدو أن الولايات المتحدة وروسية وصلت إلى قناعة ما وصلت إلى قناعة ما خطوط عامة لاتفاق في سوريا لم تحدث ليس مؤامرة بل لكن خطوط عامة اتفاق روسي أمريكي عن حل الصراع سياسيا تبقى الشرط الوحيد لحلها ليس اتفاقا أمريكيا إيرانيا أنا أعتقد أهمية اتفاق إيراني سعودي ليس فقط في سوريا في منطقة الشرق الأوسط ككل في الخليج ولبنان واليمن والبحرين وغيرها من الدول إذن هذا صراع معقد ومركب وأنا أتمنى لأنه أنا لبناني أنا أعرف تماما أن لبنان الحقيقة هو ساحة للصراعات الخارجية لأن اللبنانيين هم الذين يدعون الصراعات الخارجية للبنان أتمنى في سوريا أتمنى وأصلي أن الشعب السوري أن يصبح لاعبا رئيسيا وأن لا تصبح سوريا حقيقة مسرحا للصراعات الخارجية من خلال استدعاء الخارج لحل الصراعات في سوريا لأنه في الواقع في المطاف الأخير لا يمكن لا يمكن الاعتماد على أي طرف خارجي لأن هذا الطرف الخارجي لديه أجندة ومصالح وتصبح البلد مثل ما لبنان منذ ولادته الحقيقة هو نوع من الساحة وملعب للآخرين أود أن أعود إلى النقطة التي أثارها الدكتور فواز فيما يتعلق بمسألة التفاهم الأمريكي الروسي البعض يرى أن مفتاح حل هذه الأزمة هو مدى التعاون الأمريكي الروسي التقدم الذي يمكن إحرازه في هذه المفاوضات يقوم على مدى التعاون بين موسكو وواشنطن أود أن أستمع من الأستاذ ميشيل والأستاذ علي إلى رأيهما حول هذه النقطة بعد الفاصل نوصل الجزء المتبقي من هذا الحوار سوريا وجونيف اثنين مواقف تهدد بإفشال المفاوضات هذا هو عنوان حوارنا الليلة مباشرة من جونيف أتوجه للأستاذ علي منتظري فيما يتعلق بمسألة التعاون الأمريكي الروسي البعض يقول في نهاية المطاف مهما حصل إذا لم يكن هناك إرادة مشتركة أمريكية روسية لحلحلة هذه الأزمة مهما حصل ومهما فعلت الأطراف الأخرى فلن تكون ذات تأثير كبير ما رأيك؟ قبل أن أرد على هذا السؤال أريد أن أتحدث إلى أستاذ ميشيل كيدو عندما أنا أتحدث أنا خبير في الشؤون اللبنانية ونحن الشعب الإيراني بشكل آن وهو يعرف الشعب الإيراني دفع ثمن كبير جدا من أجل الدفاع عن المقاومة في الشرق الأوسط وفي لبنان وفي فلسطين وأنا لا أريد أن أدخل إلى التفاصيل الأخرى لكن أنا لم أتعلم قصة المقاومة بس عن حزب الله ومقاومة الإسلامية وهناك فيه هزب الشيوئي اللبناني أنا شاركته بإهتفال الأخير بمناسبة الذكرى 31 و30 لمقاومة الوطنية في لبنان بأن هزب الشيوئي اللبناني يعتقد هو أسس المقاومة الوطنية في لبنان بهذا المعنى وحاليا كثير من هؤلاء الأشخاص عندهم علاقة بهزب الشيوئي نفس القراءة عندهم موجود نحن نفس القراءة موجود عندنا يعني مع اختلاف الإيديولوجيات والمواقف الأقائدية وهذه الشغلات ولكن قصة المقاومة هناك فيه تقدس كبير جدا مع أحداث المرة التي نعيشها هاليا يجب أن لا نتراجع عن الثوابت الموجودة هنا لكن بالنسبة للسؤال بحسب كما قلت القصة السورية حاليا لا تكون قصة داخلية قصة سورية سورية هناك فيه تدخلات خارجية في هذا الموضوع يعني هناك فيه كتلة له علاقة مع الغرب وكتلة آخر عنده علاقة مع تلف آخر هذا موجود حتى بالنسبة لقصة الانسهاب اليوم نحن سمئناها خلال اليوم في مقر الأمم المتهدة نحن سمئنا من كثير من الصحافين عندهم علاقات جيدة مع المعارضة ومع الهكومة السورية بعننا قصة التراجع عن المفاوزات شيء مطلق غير ممكن لماذا لأن هناك طالب فيه طلب أمريكي وطلب روسي باستمرار المفاوزات ولو بكون مواقف نارية عند أعمام أدسات الكاميرا وهذا تشير بعننا وراء المفاوزات فيه خلفية قوية جدا تريد أن تشرف على المفاوزات وأن تسير إلى نحو النجاح بالمفاوزات في إطار الحل السلمي في سوريا على هذا الأساس أنا أعتقد مع الظروف الراهنة هناك دور كبير جدا لأمريكا من شان دعم الوافت المعارس في المحادثات الأخيرة وهناك فيه طرف الروسي من شان دعم الهكومة السورية هذا يكون أمر الواقع لكن تمنياتنا بيكون القرار في سوريا بيكون سوري سوري وإقامة نظام سياسي عادل وبيكون هناك هرية للشعب والشعب بيكون صاحب القرار النهي في هذا البلد أستاذ ميشيل ما رأيك هل بالفعل توصل اللاعبان الأساسيان موسكو وواشنطن إلى قناعة بأن الوقت قد حان بالفعل للتعاون بين البلدين من أجل وضع الأزمة السورية على مسار الحل هل برأيك هذه القناعة بالفعل تم الوصول إليها يعني أول شي تركني عن عبر عن احترامي للاستاذ علي ولمعارفه لخبرته يعني ما في شك بأنه رجل خبير ويعرف ما يتحدث عنه أنا سيدي العزيز باعتقد أن الروس خاضوا صراعا مع النظام بكل ما يعنيه الأمر من التزامات وأن الأمريكيين أداروا أزمة أزمتنا قبل أن تكون أزمتين أحد آخر ومن ضمن الأطراف التي أداروا أزمتها باعتقد أنا وهذا يعني أرجو أني يكون أنا رجل متواضع بتقديراتي وما كثير عندي معلومات ومعارفة على الدنيا من ضمن الدول التي أداروا أزمتها أزمة إيران وروسيا داخل سوريا وأنا بأعتقد أنه بدون أي شك ما قاله الدكتور فواز مهم جدا عن الخلاف السعودي الإيراني والخلاف السعودي القطري والخلافات العربية وإلى آخره ودور إيران فيها بدون أي شك هذا مهم جدا لكنني أعتقد أن مفتاح الأزمة مفتاح الحلول هو بيد الولايات المتحدة التي رسمت أدوار حمراء خطوط حمراء عفوا خطوط حمراء للقوى المنخرطة في الصراع لجميع القوى المنخرطة في الصراع بما في ذلك لروسيا الجبارة عندما قال الأمريكيون نحن قادمون وسنضرب قال الروس نحن لن نخوض حرب هربوا أنا سألت للافروب على طاولة مفاوضات بعيد عنهم قد منهم الكاميرا متر ونص هل إذا دخل الأمريكيون بجدية للصراع ستواجهونهم قال لي لا الأمريكيون يمسكون بورقة الحل بدون يحلوهن والروس باعتقد إيه؟ ممكن يكون هذا الاحتمال وارد هل يمكن حلوه بدون تفاهم مع إيران؟ باعتقد سيكون صعب لكن التفاهم مع إيران لا يتوقف فقط على حل الأزمة في سوريا وإنما على مجمل الدور الإيراني بعد النووي وربما الصاروخي بعد فترة ودور إيران الجديد في المنطقة وبعد تدمير سوريا أنا بتصور كشخص السوري أن سوريا ستكون في المستقبل دولة تحت السطوة تحت السيطرة تحت الهمجية الإسرائيلية التي ستدير أزمتها إلى فترة طويلة جدا إذا طبعا على قدر استطاعتها وأنا باعتقد أن إيران لن تلعب في سوريا نفس الدور الحالي اللي عم تلعبه الآن أو الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه وأنا شخصيا كوطني سوري أتمنى أن تلعب إيران دورا يحمينا من إسرائيل في المستقبل يحمي سوريا ويحمي الشعب السوري من إسرائيل في المستقبل لكن هذا يتطلب كما قلت مرة أخرى من أخوتنا في إيران أن يتفهموا مطالبنا أن يقفوا بتفهم إلى جانب تفاهم بيننا وبينهم يقوم على علاقات أخوية وودية قائمة على الشراكة التاريخية طويلة نحن سيد العزيز حمانا حمل إسلام الجسد العربي بأمم وشعوب إسلامية شقيقة تشاركنا الدين والثقافة واللغة والآمال والطموحات ونحن ما نعتبرها خارج لا نعتبرها دول أجنبية إيران ليست بالنسبة لنا خارج وأجنبية مثل مثلا فرنسا أو أمريكا أو إيطاليا أو ألمانيا إيران شعب شقيق وهو جزء من موروسنا ومن حضارتنا ومن وعينا ومن شراكتنا التاريخية وعلينا نحن وهم أن نرى بعضنا بهذه الأعيون بدل أن نتخذ خيارات ضيقة لها علاقة بشخص اسمه بشار الأسد وبنظام لا يقبل الشعب وفي النهاية يخسر الإيرانيون ونخسر نحن كل الفوائد العظيمة المنافع التاريخية الهائلة لهذا الموروس التاريخي العظيم نعم نعم دكتور فواز شوفتك بتهز راسك قبل شوي ما أعرف إذا كان لديك ربما تعليق في الدقيقة المتبقية على كلام أستاذ ميشيل الحقيقة من المؤلم تماما يعني تراجدي أن هذه الرؤية الرؤية الإنسانية لشخص مثل ميشيل لم تأخذ مكانها في العلاقة مع إيران بين المعارضة وإيران الحقيقة هذه كارثة يعني العلاقة إيران مثل ما تفضل ضيفك باستيديو لديها مخاوف من تغيير جزري يؤدي إلى تغيير طبيعة وبنية العلاقة الإيرانية مع سوريا ومع حزب الله هذه الرؤى التي تضاربت وتشابكت ووصلت إلى حد الصدام والحراب يعني المسألة أنا برأيي من الأهمية بمكان حتى بعد أن لا أعتقد أن المسألة متأخرة المعارضة السورية مدعوة إلى التواصل مع القياذة الإيرانية وشرح رؤية المعارضة السورية أن المعارضة السورية لا تريد ضرب المصالح الإيرانية لا تريد عزل إيران لا تريد الشر لإيران هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنا أعتقد مع كل احترامي للأستاذ ميشيل أننا نضخم أحيانا من قدرة الولايات المتحدة على صنع المستحيل نعتقد أن الولايات المتحدة لديها عصى صحرية نعتقد أن إذا الولايات المتحدة قالت قالت أنها يجب أن يحدث سوف تحدث الأشياء. من الأهمية بما كان أيضا يا أستاذ مشهاد. لا لبنان ولا سوريا هما مهمان في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية. الملف النووي الإيراني هو من أهم الملفات الإستراتيجية للقيادة الأمريكية. أهم من ملف السلام العربي الإسرائيلي. ومن هنا أنا أعتقد على الرغم من أهمية الصراع في سوريا للولايات المتحدة. الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستثمار رصيد سياسي ومادي وعسكري خطير من أجل حياة الانخراط أكثر فعليا في هذا الصراع. ومن هنا أنا أعتقد أننا يمكن أن نشهد بداية لتفاهم روسي أمريكي. وأتمنى أيضا إيراني سعودي من أجل الحياة إنهاء الكارثة الموت في سوريا. شكرا جزيلا لك الدكتور فواز جرجز. أستاذ العلاقات الدولية كان معنا مباشرة من لندن. شكرا لضيفي من هنا من قصر الأمم المتحدة في جينيفا. الأستاذ ميشيل كيلو. عضو وادفة الائتلاف السوري لمؤتمر جينيفا 2. وشكرا لضيفنا في الاستوديا. الأستاذ علي منتظري الكاتب والباحث السياسي الإيراني. الدخان الأبيض. الدخان الأبيض. نتمنى أن ينبع الدخان أبيض قريبا من هذه المحاوضات. شكرا لك أستاذ علي. مشاهدين غدا نفتح ملفا جديدا ملفات حوارنا على سكاي نيوز عربي. إلى اللقاء.